ضيفتنا في حلقة اليوم هي طبيبة أسنان وسباحة سعودية وهي أول امرأة سعودية عربية تسبح من المملكة العربية السعودية إلى مصر لكل ميل تقطعه هناك هدف تضعه تميزت بالإنسانية والإلهام ووالدتها كانت سبب بعض الله في بداية طموحها تعالوا معنا في حلقة اليوم لفك الطبقات مع ضيفتنا الملهمة مريم بن لادن دحين أنت ما شاء الله عليك من دكتورة أسنان زرعة أسنان إلى سباحة وعبور قنالة الإنجليزية ونهر التايمز ما شاء الله تبارك الله طب فين الوقت لنفسك؟ سباحتي هي كانت هواية أوكي وبعدين حولتها لشيء أقدر أبرع فيه أقدر أنجز فيه إنه شيء أحبه فإنجوي سويمين طب مريم في كلمة واحدة مريم بحر حولو في له عمق في له أمواج إيش أحلى شيء لقيته في العمق؟ الصدق الواحد يكون صادق طب على هذا النمط كيف السباحة بما هي شغفك وهوايتك سقلت أو حسنت من شخصيتك كإنسان؟ بصراحة هي حسنت مرة كتير خلتني أكون أكبر أكبر عندي صبر بالذات لما نكون عندي سباحة جاية ويقولوا لي الويندو حق السباحة بعد أسبوعين هذه الأسبوعين أحس إذيك إنها سنة فتعلمت كيف لازم عن جد أصبر وحتى في سباحة نفسها في طول المسافة صح يجي ألم يجيني ألم أكيد أنه أنا بحط جسمي تحت ضغط هذا الضغط ماهو طبيعي لما الواحد يصبح 6 ساعات واحد يصبح 11 ساعة هذا شيء بس أعرف أنا لازم أكون صبورة وماسكة أعصابي لما أوصل إنه شيء تمبراري ماهو فوريفر هذا الضغط هو الضغط 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 يقول البحر غدار ما رأيك في هذه المقولة؟ اللي ما يعرفه غدار بس اللي يعرفه ما هو غدار بالعكس اللي يعرفه ما يبغي يسيبه وزيك إنك مثلا تجيب سكينة حلوة بس ما تعرف تستخدمها هتنجرح إنه نفسه في مثل إنجليزي يقول الضغط تشوف سطح البحر كده فلات بس لما تدخل ممكن تسحبك تيارات فإنت لازم تعرف تتعامل مع مين؟ سواء مع بحر ولا أشخاص البحر يعني جات في بالي كده جبت لي شيء اللي هو الخوف لما تواجهي الناس تخاف من الأشياء بس لما تواجهها الخوف تلاقيه شوية يبدأ ينزل فشوية ديتيني إحاء على الموضوع داهنة وفي شيء قلتيه عجبني مرة اللي هو البحر خلاكت التعامل مع الناس بره الموية بشكل أفضل كتير شو؟ الخوف شعور طبيعي يعني أنا في ذا أندف ذادي أنا إنسانة عندي خوف وكده بس الزكي والشجاع اللي يقدر اللي يقدر يعني يتفوق على الخوف حقه يعني مثلاً أول ما بديت أسبح كت لازم أسبح بالليل يعني مرة يعني واحدة بالليل اطماش بيتش بلاك أول ما بديت أتدرب كانت هالمدربة تقول لي تقول لي مريم تخيلي البابلز اللي تطلع من فمك وانت بتسبحي الزكي والشجاع هذي زيكنها كريستال لا تفكري في الداركنس طيب شوية بس هو كمان تدريب هو مو بس تدريب فيزيكلي كمان منتلي شوية مرة على مرة يعني مع التدريب صرت أقدر مثلاً أسبح ناين عام حلو حلو بس مو أي أحد يقدر تريصبح في الليل انه تجيلك أفكار تبدأ تتخيل أشياء مثلاً شي يطلع لك شي رح يصير لك بس هذا كله أنا أحس وشي تعلمته انك لازم تكون مستسلم نسلم أمرك لربنا نسلم أمرك 100% حتى لو عندك the best team around you وعندك the highest technology around you بس لازم يكون في تسليم تام التسليم التام انك انت تحت رحمة الله لو ما عندك تسليم هيبدأ مخك يوسوس فما هتكمل your journey كلام جداً جميل متغلبتي أو اتصاحبتي خوفك بهذه مو بس اتصاحبت على خوفي حتى مثلاً يعني يعني الحمد لله جزء من الفريق حقي عندي a sport therapist قبل أي سباحة سواء طويلة أو مثلاً في الظلام أبدأ أجلس معاها وأيقو ثرو إيش هالأشياء اللي هتخوفني إيش هالأشياء اللي مثلاً أنا راح أخاف منها يعني مثلاً البحر الأحمر كنت خايفة من الشاركس مع أنه المسافة تسعة كيلو ونص يعني تسعة كيلو ونص مرة قليلة الرزق حقها مرة عالي فكانت تقولي مريم لا تخافي من الشاركس ليش؟ أنت معا أحسن فريق موجود معاك هم اللي هتموا بدا الموضوع أنت تركزي في شغلك بس هتركزي في شغلك كيف توصلي بس هذا هو تفكيرك الشاركس عندك فريق هو اللي هتم بدا الموضوع وعندك أحسن أجهزة تهتم بدا الموضوع أنت أهم شي تفكر كيف هتوصلي بس لو جاكي ألم مثلاً بعض حيان يجيني طبعاً بالذات في كل سباحة طبعاً يجيني ألم أنك زي ما قلت تحط جسمك مو بس جسمك وعقلك كله تحت طغط ضغط 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 فكانت تقولي لما يجيك الألم تخيلي إنه كما إذا كان مريم أنه يأتي لك ولكنه سيذهب فهذا الألم مؤقت رح يجيك شوي ورح يسيبك كيف تستعدي ذهنياً وجسدياً قبل أسأل عبر قناة أو تقريباً تقريباً أول شيء على حسب أنه فين أبو أصبح هذا واحد اثنين على حسب الطول لو مثلاً أنا عملت التمز كانت 10 يوم من التمز 163 كيلومتر فكان عندي كل يوم ستة ساعات سباحة على حسب في مدى حين أنا كل شوية أريد أن أجد شيئاً أجد شيئاً أجد شيئاً آخر شيء اللي هو تسويم طيب اختلاف تائي يعني فحكيك قصة في واحد من المدربين قال لي عشان تكوني بطلة لازم تروحي وتتدربي مع الأبطال فوقتها قلت الآيس سويمين ما عمري جربته صح سبحت في ريفرز سيز بات آيس يعني شيء جديد فروحت ودورت على واحد كووش هو شامبيون بالآيس سويمين فروحت لعنده في هز فيلج فين؟ جرماني لما نروح تصري كل يوم الساعة ستة الصبح في النهر درجة حرارة ثمانية أنزل وأسبح في الريفر ويكون مثلاً السبيد من المدربين سويميني 8 كيلومتر طبعاً هذا بعدين يعني تحسنت بس أول مرة أني أنزل في موية باردة تعرف هناك دائماً من المدربين هناك سبحان الله الجسم يفرز زي طبقة لما أنت بس تجلس كده في موية باردة إنه كده في موية باردة موية باردة فيحمل الجسم شوية بس لما تسبح هادي الطبقة ما في طيب أيضاً فأول يوم قل لي هنسبح درجة 17 أنا أقدر أسبح الين 12 بس بس باردة 10 كان باردة كان شي جديد بالنسبة لي باردة أصلاً فكل يوم ستة الصبح أنزل بالريفر درج حرارته 8 خمسة وأجلس 5 منتر هذا يعني أعمل 2 ساعة في موية باردة لما قل لي شوفي هناك موية باردة لازم نطلع على الجبل ساعتين ونص بأستريا في نهر جليدي طيب طيب قال لي أنت سأقوم بك طيب قال لي قبل أن نطلع هناك لازم أعملك تست هذا التست سأرى إذا أنت تقدري أم لا طيب قال لي هتسبحي في النهر درجة حرارته 8 موية باردة موية باردة موية باردة موية باردة موية باردة موية باردة طيب وهتسبحي في 17 منتر قال لي ليش 17 منتر قال لي بعد 5 منتر راح تشوفي جسمك بيتسر له أشياء غريبة جديدة بعد ما تخلص 17 منتر أبغاك تقولي لي إيش حسيتي في جسمك فعلا قلت هذا شكله يعني مرة بيبالغ المهم أول خمس دقائق عدت بسلام بعدها بدقيقتين أحس يتحس جلدي بيحصل 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 شرنك كي تحسسوا مشدود طيب أصابيع يدي صارت كده سار جيني ألم في رقبتي من وارا وبعدين عشان تسبح في موية باردة لازم تلبس موية باردة طيب طيب المهم بعد الزبط 16 دقيقة أحس كده صوت صوت فقرات كلها تسترل كده المهم خلصت طلعت قال لي ها إيش حسيتي قال لي حسيت واحد اثنين ثلاث أربعة قال لي شوف إذا حل ما هطلع على الجبل هتحسي هذا كله خلصت يعني كل دقيقة هتحسي فيها بعدها بطو ديز فعلا طلعنا الجبل وتدخل زي كده مكتب يعني مو مكتب بس كده لازم توقع انه لو سرلك شي في هذا النهر الجليدي هم ما هم مسؤولين عنك انه هذا النهر درجة حرارته ماينس فأول ما شاف المدربي قال لي خلاص انت خلاص انت خلاص انت خلاص المهم مشينا طبعا لجوه الغارة جليدية انت تعرف الجليد كيف يتكون انت خلاص يحصل لك لجوه المهم وفعلا تزكنها مغارة كلها جليدية ومن جوه فيه نهر هذا النهر طوله 85 متر بالآيس بالآيس هذا ليس عن المدربي لكي لا تستطيع المدربي بالآيس لكي يعمل بشكل مختلف يعني الهرارة العالم هي 2 كيلومتر ومن ثلاثين كيلومتر وهذا من ثلاثين سنة وما عمر أحد حطم هذا الرقم القياسي كونو بيسبح درجة خرارة واحدة أو اثنين بألاسكا المهم وصلت طبعا من الأشياء المرة مهمة للآيس اللي تعلمتها انك لازم تعمل 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 45 منتر تعمل 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 طائب ما يحصل لك المهم وصلت عند النهر أنا طبعا أخاف من الأماكن الضيقة كذا ف 45 دقيقة بعمل تعمل تعمل لكي لما هتطلع من هذه الموية هتكون أصبيعك كذا فما تقدر تلبس ما تقدر تلبس حتى تلبس العضلات كلها مجبسة كذا فلازم ترتب ملابسك على حسب أنت لما تطلع من الموية إيش رح تلبس السكي كله الجاكت كله يكون كله كده مترتب أقل مجهود أيو عشان أعرف أول ما هتطلع أنا هكون يدي فأعرف أنا إيش رح أبدأ ألبس حلو المهم فعشانه جليد ما في طبعا سلالة فلازم يحطه سلم المهم ففي البريثينج وأنا نازل المدرب بيطول في عيني إنه أقل مجهود أقل مجهود طبعا نزلت أنا ذلك أنا أشعر نار من البرودة طبعا التنفس ساعد؟ طبعا أنا لو ما كنت في تنفس ما كنت قدرت أصلا كملت 85 متر حتى يتشكل بيطول مجهود يجب أن يكون مجهود 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 كده يعني ما تكون حاطة ولا كريم في جسمك ليعمل مجهود ولا شيء لتحصل المهم وفعلا نزلت أنا رحت وأنا راجعة حسيت بكل شيء في السبعة عشر دقيقة اللي قبلها الأولى كل شيء على طول يدي كده صارت مجهود مجهود كده البونز كل شيء لما طلعت خلاص كده يدي طبعا تحس يدك زيك إنها قد كده انفليم انفليمد حتى وأنا بأسبح بطول في يدي بقول انفليمد ولا ما هي انفليمد المهم الحمد لله لا تطلق على الفلي حسنا وأول ما طلعت طبعا تبدأ تشرب مجهود تي وبدأت ألبس وطبعا لازم تتدفى مرة كتير حلو ولما طلعت على الشمس طبعا هذا كان أحلى شعور أكيد لأنه بعيد الشارع عنك وعلى السامعين هذه الأشياء ما تتسوي كده أكيد طبعا لأنه في شيء اسمه هايبوثيرميا هذه الجسم يخش في درجة برودة هذا وممكن يسبب وفاة صحيح فلازم الناس قبل ما يسوي شيء كده يكون في لازم يكون في مدرب لازم يتدرب ومو كده يعني حيا الله طب حلو قصص مرة حلوة ماذا أكبر تضحية قدمتيها عشان تعملي يعني حياتك كلها بين السباحة وفي تضحيات شخصية أو عائلية أو 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 كثيرة أنت قمت بيها عشان تقدري تتفرغي كل ذا الوقت أنك تعملي هذه الأشياء ماذا أكبر شيء في نظرك هو أكيد تضحيات كتير لا أستطيع تضحيات كتير لا أستطيع تضحيات كتير مع أجمال أو أشخاص لازم أنا أبدري عشان أصحى أبدري ساعة كم تنامي؟ يعني هو على حسب لو عندي تاني يوم تاني يوم يجب أن أتدرب كبير يعني تسعة وكمان بعد حين تمانية على حسب لو مثلا أبدأ وحدة بالليل أو كده شيء أنا أشت تضحية أني فعلا لا أستطيع تضحية الوقت مع أجمالي هم تبت تقول لهم شيء؟ في الموضوع دا؟ بخصوص هذا الموضوع أمي وأبويا هما استثمروا فيها كل اللي أنا وصلتوا دا حين يعني كل إنجازي يرجع لهم كل شيء توفقت فيه يرجع لهم وهم يعني خلوني أقدر أسير أي شيئا أبغى أقدر أكون الطبيبة أقدر أكون السباحة أقدر أكون البزنس وومن أقدر أكون الشخصية اللي داما تسوي تشاريتي أقدر أكون أي شيئا أبغى طب إيش أحلى صفة اكتسبتيها من الوالد؟ أوه إن لو وعت لازم ما أخلف وعدي حق يعني أبدا أوكي ومن الوالدة؟ دام أنت تقولي جامل الناس وأنا مره ما عندي المالية خلقة جامل يا بني يامي أوكي أوكي حلو كومبينيشن حلو الله خليهم ليك آمين وهي دائما معي في كل السباحة في كل البوت كل مكان هما الاثنين يعني بالأخص أمي حتى في تدريبي أنا سمعت أن أمك كانت تقول لك أنه ليش ما تعمل هذا الشيء كانت فكرتها أصلا ايوه هي كانت فكرتها صحيح وكانت تقولي أنت تقدر تصيري أي شيء تبغي هذا يعطيك شعور بالأمان أنه في أحد يهتم فيك شور أقول لك على شيء لو أمك وأبوك وكفين وراك وسندك ستكون مرحبا يعني نقدر أقول أنه طب لو في شيء دحين تبت تقولي للمريم الطفلة لما كانت طفلة إيش ممكن تقولي لها أقول سيري زي مريم الكبيرة أوكي حلو وهذا جاب دعم الوالد والوالدة أي لأنهم أدوكي من وقتهم وفرغوا من طاقتهم وأعطوكي كل ما عندهم الحمد لله يعني الحمد لله هذا فضل من الله الحمد لله وهذا ألهام لأنه الفكرة مو في عدد الأطفال الفكرة في أنه التركيز على الطفل أنه يطلع أن يدي له كل ما يستحق أنه هو يكون شخص ناجح في حياته أكثر من العدد أكيد طبعا إيش أحلى نصيحة سمعتيها في حياتك أحلى نصيحة لا أطلع لا أطلع لا أطلع طب هل تطلع بعض الوقت؟ حسنا نحاً لا أطلع لأنه قبل أن أفعل أي شيء يجب أن أخذ عهد على نفسي إنني بحين واك أنا مستعد لن تتعليق يجب أن أخذ العمل لا يجب أن أخذ العمل حتى لو قسمتها على مراهل لا يفرق معي عمرك ترجعتي عن قرار أخذتي في هدف؟ لا حتى لو غلط بس أخذته تخلصي يعني مثلا حتى لو غلط وأخذت القرار برضو رح أتعلم من غلطي كله فيه تعليم كل شيء مو بس نتعلم من الحلو لا لو الحلو ما هتستفيد دائما الوحش عشان أنت من الوحش رح تتعلم مو من الحلو بالضبط طب في هذه الأثناء الصعبة اللي هي الأهداف اللي هي تشكي أنه أنا عملت كده صح هل هذه الأوقات تحسي بعض الأحيان أنه تجيكي مشاعر قوية تخليكي تشكي؟ شوف إحنا في الأخير بين قدمين وإلا ما يجيك داوتس لازم تشيل هذه الداوتس والسلبية على جمل عن جد أي شيء تبغى تسوي في الحياة أي شيء سلبي تحطه على جمل بس في ناس تستطيق السلبية دي؟ هدول لازم ميش تقولي لهم دون؟ هدول لازم يتعلموا يشوفوا ناس في دحين كتير دورات ولا ثيرابيست يقدروا يتعلموا منهم إنه برضو إحنا بناءدمين ترى ما تدار الواحد يتحكم بأفقاره بس بعد فترة تقدر تقولها على جمل أنا عندي ميشن عندي هدف لازم أوصل لانك ركزتي طاقتك يعني بتنامي بدري حياتك كلها محورتيها حطيتها كأولوية في حياتك شوف أي شيء تبغى في حياتك إذا أنت فعلا تبغى هذا الشيء لازم تعمله أولوية ولا نص ونص ما راح توصل صح ما فيش اسمه نص ونص يا إيواء يا لأ في شيء شفته في اللي هو يعني شيء عجبني شفته حسب دراستي المتواضعة إنه تحب تساعد الناس أول شيء ما هنا تطب طبعاً فيها مساعدة للناس بس أنا بتكلم أكتر إن كنت سبحتي وكان أظن كل ميل أو شيء مساعدة المخيم الأزرق في اللاجئين أو اللي غرقوا من سوريا إيش ربط كيف مريم تستمت طاقة من مساعدة الأخرين عبر شغفها سبحت من يوروب إلى إيجا شناكلي وبعدين عملت الريبر تيمز وبعدين عملت الإنجلي شانل وبعدين سبحت الدبي كنال هذولة كلهم كانوا مرات العالم هذولة كلهم كانوا وقتها في أزمة سوريا والحرب كنت بشوف الأطفال بيسبحوا كانوا بيسبحوا أنا أنا سويمينج لأجل فقلت ليش ما أنا أعمل شيء يقدر اللي أنا درسته أقدر أفيد فيه الناس فوقتها عملت عيادة الأسنان في مخيم الأزرق وإيش سباحة أنا أعملها لازم يكون ليها هدف لما سبحت البحر الأحمر نفس الشيء لتحاول الأسنان والريف وكذا الأسنان اللي عملتها لتحاول الأسنان في مخيم وأنا في وجهة نظري أي شيء الله يعطيك هو لازم تتعامل سواء تتعامل لأصحابك لمجتمعك لدولتك للعالم وهذا أنا أشوف أن تتعامل مهم جدا كيف تتعامل مع كل الضغطات والضغطات اللي في الحياة وما تشوشر على القول حقك أيوة أشوف صراحة أقسم وكتي مرة يعني مثلا لو عندي سباحة دحين أخذ I have to zone out يعني لازم أركز لأعمل مرة مهم مرة مهم إيش الفيجواليزيش إنك تتخيل نقطة النهاية ليس الجرني تعمل صورة في ذهنك هذه الصورة هي نقطة النهاية فين أنا رح أوصل إيش هكون شايلة مثلا عالمي كيف الجو رح يكون هذه الصورة تكون زي كإنها حقيقية زي كإنها حصلت وهذه الصورة تكون في ذهني وداما تحصل لي عشان أنا تعلمت هذا الشي مثلا بالريفر تيمز بعد ما خرجت من الموية نفس الصورة اللي حطيتها في بالي صارت هو يقول لك حتى مو بس الصورة والألوان حتى يقول لك الريحة الجو لازم تتخيل التفاصيل الدقيقة في الصورة هادي تبكي في أوقات صعبة؟ أكيد طبعا أبكي في الفرح وأبكي في الزعل يعني أبكي لما أنجح وأي أتشيف وأبكي طبعا لو فقط شخص عزيز هل مريم جوه وبره نفس الشيء في معظم الوقت؟ إيه، ما تحصل هو ما ترى طب كل هذه الإنجازات ما شاء الله إشتب الناس يفتكروك بي؟ هوب أمل حلو رسالة الأمل للناس لأنه كثير ناس تواجه مصاعب في حياتهم وكثير ناس تفقد الأمل ولو ما في أمل لا يوجد أمل يعني لو ما في أمل ما في داعي للحياة فلازم يكون في أمل الخوف يخوف بس الأمل يجيب مسافات بعيدة للواحد ممكن يحققها في كل شيء الأمل نور نور ولازم واحد يكون عنده أمل في الحياة بس الخوف أنك كيف تقدر تتغلب على الخوف حقك يعني أنت الأشياء اللي تخاف منها غير الأشياء اللي أنا أخاف منها بس الشجاعة أنك تغلب الخوف اللي داخلك بأنك تسوي الشيء وتواجهيك نعم وتدرسوا يعني لماذا أنا مثلا أخاف من الشاركس بس أنا عندي واحد اثنين ثلاثة موجودين عندي فريقة عندي أجهزة عندي كده خلاص المفروض ما أخاف عدوا منك دلافين مرة وخفتي بس ايوك كنت حسبهم الشاركس بس كثير بس كانوا هل يفيد الدولفينز ما يعملوا شئ انت حسبتهم الشاركس لكذا أخفتهم نعم عشانه كانوا كبار شوية حجمهم كبير وعدوا من تحتي يعني حسيت بالسبيد فوقفت فبقول لمدربتي أنا ما أدري بس فيش شيء أنا حسيت فيه فقلتلي شوفي هناك فطلت ولا طلعوا دولفين قالتلي ماريام بس انت تسبح في كيج صح؟ لا بس في مرة قصة الكيج أعرف مدربين مرة كتير طيب فدائما نفسي أصبح البحر الأحمر فكانت واحدة مدربة تقول لي ماريام إذا انت ناوي تسبحي البحر الأحمر مستحيل رح أخليك تسبحي كده يجب أن تسبح في كيج المهم تعد الأيام والسنين وكده اتعرفت على واحد برضو سباح كده عالمي المهم كان يبغى يسبح البحر الأحمر بالصدفة كنا في حفل عشاء وبالصدفة يعني فقال لي ماريام تسبح معي قلت له طبعا تستدريم أني أسبح من السعودية كنت أبغى أنا من مصر للسعودية قل لي هل توجد أي مشكلة؟ قلت له قلت له نعم قلت له بس شيء واحد قل لي إيش؟ قلت له الشاركس قل لي لا لا تشيلي همو الشاركس أنا أسبحت مع غريت وايت شاركس هو كده بيتكلم و أنا مره خايفة قلت له غريت وايت شاركس قل لي ياسمر يا منك لا تتكلم قل اسمحي ونحن لدي مجموعة ونحن نتحدث عنه حسنا الثاني يوم نزل وجب لي كده جهاز المهم جهاز يبعد الشاركس شاركس شاركس نعم قل لي لا تتكلم لدي مجموعة وهذا الجهاز هنحطه عندنا في البوت قل له أكيد قل لي ولا تخاف خلاص فأنا لما أشوف قصتي مع مثلا المدربة الأولى والمدربة الأول ومع هذا هو شجعني أني أتغلب على الخوف الذي أنا كنت خايفة منه لم يزود الخوف علي فسباحة البحر الأحمر كانت تسعة كيلو ونص مسافة يعني ما هي طويلة الواحد أنه يعني يتعب بس عشان الجو وعشان البحر الأحمر لديه مليان شاركس فكنا لازم نسويها في يومين طيب يعني لازم نبعد من أوقات معينة أوكي وحتى لما نبعد إحنا من أوقات معينة الجو كان بطال المهم فنزلنا أول يوم سبحنا ساعتين ونص والجهاز متركب على الزودياك جنبنا أثنين المهم وإحنا بنسبح قبل أن أنزل والدتي قلت لي مريم لا تنسي آية الكرسي دائما أقر آية الكرسي وأنا بسبح وأنتحصن وكذا المهم وأنا بسبح خلصنا فين إحنا المفروض نوصل فرجعنا فإحنا رجعين إحنا قاعدين بالزودياك فالمصوراتيين فبيسحبوا الجهاز طيب هو بسبح وليلاقي الجهاز ما كان الله أكبر إن إحنا بنسبح على البركة فهو بيقول It wasn't on فأنا بطل في إنو إيش إيش الغلطة هادي غلطة كان يعني ممكن يجونا كلها ويتمذبذوا علينا يعني هادي المنطقة أكتر منطقة في البحر الأحمر فيها شاركس وأغلب الأتاكس تحصل هناك يعني في واحد ساينتست كان يقول لي مريم إنه أكتر منطقة أكتر منطقة وماليانة المهم تاني يوم لما نجينا نسبة نكمل لده أنا ولي معايا اسمه لويس وقفنا نشوف إذا البطارية حقت الجهاز شغالة وإنه أكتر منطقة بنفسك طبعا بس وبعدين نزلنا حلو في شيين مرة حلوين قلتيهم وأثاروا انتباهي لنقطتين الأولى إنه لما نتكلمت معه ريحك ففي نفس الشي في الحياة الحقيقية في ناس تفضيلهم وتتكلم معهم تشعر براحة على طول وفي ناس تتكلم معهم تخرج بمشكلة أكبر من المشكلة أنت تتكلم معهم فمرة مهم سواء مدربك أو الشخص اللي حتتكلم معه أو الثرابيست إنه يكون شخص يريحك أو تتأكد إنه عنده الطباعة الأساسية إنه يكون شخص مريح أو أبلفتنج أبلفتنج لأنه التيم التيم حقك يا إنه يرفعك أو يحبطك فلازم تنتبي تحاطي نفسك بمي هادي واحد أكيد الشيء الثاني اللي هو البلاسيبو أفكت أو الشخص لما يعني الجهاز مطفي بس أنت حاسة نفسك إنه محد حيلمسك طبعا أيوة الشيء الثاني اللي كنت بقولي اللي هو إنه كثير ناس تشعر بخوف من أشياء كثيرا وتتجنبوه بس لو ما تعرف الأسباب زي موضوع الجهاز وهو شغال هو مو شغال أنت نازل إنه شغال فحلو التوكل وحلو الاستسلام وأخذ العين الإعتبار السيكوريتي في الموضوع على الأشياء بس كمان حلو التوكل بس لا تشعر بخوف لا تشعر بخوف لا تشعر بخوف لا تشعر بخوف لازم في المجازفة يعني بس يعني بش المجاز ما يشتغل هذا شوية طيب نبغى طبقة من طبقات مريم ما حد يعرفها من الناس أنا تعرف ما حب أقول أي سباحة راح أسويها قبل هذا مستحيل لأنا أتكلم هذه من الأشياء اللي يعني سرية عشان ما تحسي بضغط الناس غير ضغط الناس وبالذات إذا كان راكورد طيب لا أبغى طبقة من طبقات مريم مو السبيحة ولا الدكتورة ولا البنت الشخصية الشخصية ما عارف I can't share By the way أنا very private person يعني limited الناس اللي أخرج معاهم اللي أتكلم معاهم حلو يعني كنت نقول طبقة من طبقاتك إن كنت إنسان متحفظة جدا في مقولة قرأتها مم ومرة عجبتني تقول الدنيا تعلمك الحب والتجارب تعلمك مين تحب والمواقف تعلمك مين اللي يحبك إيش نصيحة واحدة تنصح فيها الأجيال القادمة إنه لازم أي شخص فينا يكون عنده هدف في الحياة حتى لو كان بسيط بس يحاول إنه يحققه شكرا على حضورك معاني اليوم حقيقة استمتعنا واستانسنا واستفدنا ونشكرك من القلب شكرا لك شكرا لك شكرا لك قليل شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر